شو تقول بيها؟ أقول أهلاً وسهلاً بيهم الله سلم كذا صارت لهم جاي هنا فهذا مضيفهم ومحلهم ما شاء الله البصرة بصرتهم والجنوب جنوبهم مثل ما الغربية غربيتنا ومحافظاتهم محافظاتنا نعم نحن نروح بدون تحفظه بدون كل شكوك وبدون كذا أي مضيف نتعنى ها مسانة جئت من أربيل لين وصلت لبغداد مريت على الموصل ومرت على صلاح الدين ووصلت لبغداد والله أحسها كلها مضيفي يمكن قدامك خابروني ليش أتمر ليش أتمر فأنا أدعيك دعوة ثانية أول شيء أخلك أطلعك للبر البر ربيع وماشاء الله أيو الله جايك إن شاء الله أخليك تشوف الحلال للبيع وثاني شيء أنت ومن تحب من مشايخنا ومر معنا الله أهلاً والبصرة ترحب بيهم والله قذهاب والله محيهم وهلاً وسهلاً وإحنا عشيرة واحدة نعم أبو الشمال وأبو الجنوب وأبو الوسط إحنا واحد عشيرة واحدة عشيرتي مبتدة من الشمال للجنوب وعشائرهم مبتدة من الشمال للجنوب لا تفرقني لا فتن طائفية ولا سياسي ولا أي حدا يقدر يفرق بيهم شيخي يعني أكو تواصل لو أكو قطيعة حتى نكمم هذه الأفواه اللي دائماً ما تثير الفتن أنه أكو قطيعة ما بين الوسط والجنوب وأهلنا في الغربية كني يقول لك أكو قطيعة أي يخسم الشارب أي والله ما أكو قطيعة إحنا بيناتنا متواصلين حتى أيام المحنة اللي كانت 2006-2007 نعم كان الوضع يمر بأزمة سياسية وتواصلنا ورحنا وقعدنا ويجونا ونروح عليهم وتدري يعني صارت عدة مشاكل بيننا وبين المحافظات العشائر البقية تدري مشاكل عشائرية طبعاً تعدثي دائماً نرحب بهم ويسيرون وعين قطوا عين فراش وعال الخشم نعم ونروح لهم كذلك يرحبون وأهل المساهل البناء ما شاء الله الله يديم عليكم إن شاء الله